بسم الله أهلاً أصلي على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه أجفائي السلام عليكم أزول فلا كنت أخواتي في قناتكم حلوية إليانا إليانا أختي إذا كنت أول مرة تشاهدي قناتي حلوية إليانا فضلاً وليس عبران اشتركي في القناة أختي فعلي الجرس الجرس لي فيه جود شرطات من الفوق ليصلك كل جديد حلوية إليانا إن شاء الله أخواتي أنا مختصة في الحلوية التقليدية والعصرية الجزائرية اللي حابت تشترك في القناة مرحبا بها رح تتعلمي معايا كيفاش تخدمي الحلويات كيفاش تنظمي وقتك كيفاش تحسبي الحلويات وكيفاش تبدأي مشروع ناجح إن شاء الله والجيش الإيل يعني ما تنسونيش بالجام بسطع الفيديو وتظهر أكثر فأكثر أخواتي بسم الله اليوم رانا في المشروع في السلسلة الناجح رقم 7 للمشروع الناجح اليوم إن شاء الله أحبي تنظر على موضوع ثاني مهم 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 في المشروع ألا وهو النظام أخواتي النظام في أي مشروع في حياتك أي مشروع أي مجال حبيتي تنجحي فيه لازم النظام الإنسان اللي ما يكونش عنده مخطط حياته بنجاح يعني مخطط حياته مليح مستحيل ينجح في دراسات اللي رهم يجيروها الآن صابوا بلي الإنسان اللي خطط لليوم التاعو يربح أكثر من 60% مقارنة مع الوقت مع الإنسان اللي ما يخطط لليوم التاعو والإنسان اللي ما يخطط أكثر هو الإنسان اللي عنده إبداع أكثر وإنتاجية أكثر من الإنسان الذي لا يخطط لليوم التاعو أخواتي وأول حاجة باش نبدأ والتخطيط هو دايما كما عاودتكم لي عارفوني أما جدد نعاود لكم يعني عافب لي دايما كاين جدد معانا أخواتي من بين الأشياء اللي راني مع المثالكم قلت لكم دائما وأبدا الورقة والقلم هما أصدقائك في العمل التاعك الورقة والقلم لأنه مرة إحنا نحزب ورحنا سيجيين لا راني متفكرة أنا متفكرة ماين ننسوا أكم عارفيني شغالة تدار وقعبيني ذاكتبان لك باللي راكي متفكرة مين مكاش كيمة الورقة والقلم أخواتي اليوم حبيت نظركم كيفاش مثلا النظم طلبية راهي جاتني كيفاش نبدأها مثلا طلبية جاتني نهار لاربعة مثلا أنا أعطي أمثلة فقط هنا يا لاربعة في المساء نكتب المستلزمات اللي راني محتاجتها مثلا جاتني طلبية خمسين حباتي هذا الصابلي اللي راكم شايفين وتع الجنواز خمسين حباتي عريش خمسين حبة فاكيو والبقلاوة تعسني وهذيك المدورة تاع 40 القطرة تاع 40 سنتيمتر أنا واش ندير وح ندير في المساء في هذك المساء طلبية جاتني نهار لاربعة في ذاك المساء مباشرة تروح يتدي الكراس تاعت ماشي كراس تاعليغوسا تدي كراس المحاولة أنا نعيط له كراس المحاولة على العمل دايما هذك واش نكتب فيه مثلا العريش واش نحتاج خمسين حبة عريش واش نحتاج خمسين حبة فاكيو واش نحتاج للبقلا واسني واتع بقلاوة هذيك تاع قطرة تحار بعين سنتيمتر واش نحتاج للصابلي نكتب كامل المكونات والنهار الخميس نروح نشريهم إذا أنا مثلا كيمانا كل مجيني طالبية ونكملها كي نخلص فيها راس الملتعي نحيه نعاود نشري المستلزمات خاصني كوكا وخاصني سكر خاصني لضاني مكتب كلش واش خاصني واش خاصني كامل 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 نجيبهم أنا من استنسح تك الجيني طالبية واحد اخرى خاصة اذا كنت تعرفي باللي ركي تخدمي بلا ما تحبسي اما اذا كنت تخدمي مبتدئ او تخدمي من اين ذك يعني خلي دايما انصوم دو كوته دايما انصوم يعني خلي ثامن دايما ديريه باللي الفيديتك نحيها وشوية ثامن خليه باللي قادرة جيني منه على مدة الجيني طالبية يوم الجمعة واش نعمل أنا يوم الجمعة وكتبت يعني وكتبت في نفس الوقت كتبت تخطيط درت بني نهار الجمعة نكتب في الكراس داعي نهار الجمعة نعمل الصابلي الجمعة في المساء نوجد عجينة العريش والحشو دايما والله يا ابن اتكمل الاكسبيغيانس اللي عندي ما زلني نكتب وسوف نكمل بهذه الطريقة واذا ما عملتش هذه الطريقة تقدري تنجحي لكن ماكش رحها تربحي خاصة انحنا اللي عندنا دارنا وراجلك وولادك يعني الفطور كيجي راجل يسموه يصيبوه مايحاوسش يفهم السبت صباح كينوت حملت العريش تاعي وديروا مليح في بالكم الروح عندي الفطور ونوجد الفطور وعندي دار وعندي رقم حارفين كيفه وفي المساء حضرت العجينة تاع البقلاوة هادو كامل عني نهدر غير هكذا عني يقولتكم كاين الفطور كاين هادو الماعين تاع الوارشة أنا الحشية ما نخرجش من الوارشة اذا ما غسلتش الماعين تاعي الماعين تاعي نغسلو مقبل ما نطلع الفوق وندير العشات تاعي يسموني الماعين كملتهم النهار الحد نعمل البقلاوة صباح نعمل البقلاوة نخدمها كينكمل خدمتي كامل الفوق نوجد الفطور وقعناها بطل الوارشة تاعي ندير البقلاوة ونخليها حتى في الغد من ذاك الهال الاثنين بنطيب البقلاوة واتتي اذا كنتي مزروبة يعني ساعتين ولا ثلاثة خليها تريح بصع اذا ما كنتيش مزروبة خليها ليلى كاملة البقلاوة كتريح تحتك نجيجة خير من البقلاوة كما تريحش وفي نفس الوقت الاثنين اني وجدت البقلاوة انا راني نطيب في البقلاوة وراني نوجد في الجنواس تاعي الفاكية ونرحي في الكوكو وتاعي الفاكية النهار الثلاثة اعملت القلاساش على العريش أنا العريش صحي خدمتهم النهار الثلاثة اعملهم القلاساش على العريش بس كمولتهم اجي نهار الجمعة باش يقعدوا هكي كالطرايا وتديهم من عندي جديد تديهم من عندي جديدة ومن بعد في الحشية كينكي خرج البقلاوة ثانية هذيك نكون صائع عسلتها قلت لكم ثلاثة نعمل القلاساش تاع العريش اذا واش بقالي ابقاتلي نهار لاربعة ان شاء الله راح نخدم الفاكية انا الفاكية دايما هيني نخليها التالية كيما قلت لكم بتقع تفريش كي ادوها من عندي جديدة يعني مولاتها تديها جديدة الا كوموند هذي نعطيها نهار الجمعة انا يسموني لاربعة كملت لاربعة يعني نهار قبل ما تجي مولاتها تديها انا يسموني كملتها وهذه الطلبية اخوة تاتي خفيفة خمسين 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 ماشي حاجة كي تجي طلبية كبيرة راهو عندك ضغط اكثر وتنظمي نفسك اكثر فاكثر يعني كي تكون طلبية خمسين خمسين ماشي حاجة ممنين ذاك تجي طلبية كبيرة تعميتين تعتزمية حبة راهو ضغط في العمل انتبهوا اخواتي انا عطيت لكم تعدي كوموند هكا ربعة عندك وقت تخدميهم اني نوريكم الطريقة بها تفهموا مانيش حبا نعقد لكم ان شاء الله الهار الخميس انا نرجع كل شيء في السنوات اللي عليش ننقيها من التحت ندلها ذاك البريون هذك وندلها ذاك الوردات الفاكية كان يندلها ذاك البريون ندلها في الكيسات البقلاوة ندلها قعد ذاك الدراجي ونزوقها ودرت لها كامل هذك يسمو هذك البابي هذك كيفية حطوله ذاك الورق هذك وشكون الشبقة لي ايه وصاب لي صحي يدرتوا في الكيسات ودرتوا في السنوة يعني الهار الخميس خدمتي كملتها كان كلش فوق الطابلة الهار الجمعة اجت مولاتهم ودتهم واما اذا كانت مثلا في العولب كيمانا هذه هنا يا في العولب تحطيهم في العولب بذلك هذك يبقى وريتها لكم ديجا قلت لكم صادق هذك اللي تجي لا تحب في العولب حطي لا في العولب لا تحب في السنوة تشري السنوة وتحس بيهم لها يعني هذي يرجع على حساب مولات الطلبية وش راهي حابة أنا نشروا كيسات فيها أكثر من مئة حبار أنا نشروها بسين ميل بغي نحسب لها يعني الكيسات كيسات ما يتعدوش بصح بالنسبة لها هذو اللين أبخوا هذو اللي يجوا من الفوق كي تكون كمية كبيرة تزيديهم لها في الحساب العولب لا لأخواتي ما يتحسبوش بون قالوا لي كين وحد العولب خرجوا يدير وقي لعشرين هلف للعولبات دحل كتاع الكارتون هذك صافي حسبها لها إذا كنتي تطلب منك هذك النوع تاع العولب حسبهم لها بصح بالنسبة السنواتي يتعدو بالنسبة هذو ثاني يتعدو كي تكون كمية كبيرة أنا مرات ولا كي تكون كمية غيرها كما نحسبهم مش يعني مش دايما نحسبهم مراتي يكونوا عندي متزايدين في الدار بس كي نشري نشري بكمية كبيرة هذا هي يعني كل وحدة تشوف كيف مش علاجة عشرالاف ولا خمسالاف أختي يعني تزيدي في السومة مشوفي ولا ربح قليل لكن الربحي لك ليونت هذي دايما نقولها لكم حاولوا تربح ولك ليونت ماشي دايما تحوسوا على الربح لأنه هذي راهي داخلة في السومة في مجال تعنا السومة يعني تلعب وحدة دور مهمة أخواتي أكثر من يعني ما كيش تخدمين للمحلات ولا كي تخدمين القهوة على بالك شهنا راهي السومة أخواتي ثاني بالنسبة للنظام كي نحضوا اللقطة مهمة 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 يعني ربع شرطات حمرين ملتحت هي أخواتي النظافة أنا عودت نفسي أني كل ما نكمل كل ما نكمل نغسل هذو كل الماعين اللي خليتهم يعني الآواني تاع الحالوية كمعرفين كانت شوكولات تقعد أنا الحمد لله في الورشلاني كينا فيها عندي ما بارد عندي ما سخون يعني سيخصصisé كي تكون هكذا الشوكولات كي تركزت بغيت الماسخون ما نكدبش عليكم سيخصص كي تكون حاجة هكذا على السل كي تكون حاجة هكذا على الشوكولات الماسخون يعاون بزأف شوكولات يعني يكون عندك ازيس يكون عندك رجافال يكون عندك الطبصول كل ما تكمل الطالب ياخواتي انقلي الفور تاعي تاع السعادة انقلي نحطهم ثم نعود النقي كامل ونفحفح كامل الورشة التاعي وننوين يا زينة ان شاء الله ربي جيبنا كوموند جديدة وكي نبلع الورشة التاعي الحمدلله يا عربي نصيبها غدوة مصباح من ذاكي النوضة فحفح الله 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 ويعني كل شي في بلاستو عطيتي لها كوموند وشعل نفرح كي نكمل ها هم شوفوا هذو الكيسات لازم يتغسلوا وانا نقول هذو كيسموه ما هذو هذو يتغسلوا أخواتاتي تغسلي كل شي لازم دايما تكون عندك يعني ماشي تخلي خدمة عسمانة كامل تقولي النقي لا لا هذا داخل ضيبن النظام تاعك والله هكشوفي مم يكون عندك كمية عماعين تكمليهم اليوم غدوة صباح تنوضي تبدأ يخدمتك ما تروحيش تبدأ بالماعين ما نبدأوش بالتفتوفة نبدأ وبصح المهم نضيعش وقتي انا في الماعين الحشية كملي لماعين تاعك نقي كلش سقبي كلش وكل يوم كل ما تكملي طلابية سيقي الورشة تاعك ونقيها مليح ودائما الفورتة على السعادة تاعك يكون نقي بسكو مدام تحافظي عليها مدام مسكين يخدم عليك هي هذي هي الحاجة كي تحافظي عليها هي تقعد تخدم عليك دائما هذي تعاودها في خدمتك بسكو شوفي نقول لكم حاجة إذا ما تعودتيش هذي طريقة طريقة لتتعلمها هي بسكو اللي تعاودت تخدم وما تخسلش لماعين تكمل هكذاك تصعابلها ممكن تتزوج لما نحصل أم تاعيك كانت تدير نرتور اللي تكبر الكوزينة هي اللي تخسل لماعين يعني مكنش اللعب ماشي وحدة تديهاك وحدة تديهاك كتديري حاجة كتديري لقاطو انتي تروح يتغسله يعني وهذي الحمدلله تعلمتني بلي كي ندير حاجة نقصل لماعين تحها ماشي ندير الحاجة ولماعين ننقيسهم على أختي ولا ما نش عارفها ولا على لوستي ولا اللي نديروا أنا لي نغسلوا هذي طريقة تعلميها في حياتك يعني رح تساعدك حتى وإن ما كنتش حلواجية انتي تعتبرين امرأة كوزينة كيما نقولو استقبالي التراكم سامرة غور سكوزونت اخواتي ان شاء الله هتكون الموضوع تعليوا معجبكم ان شاء الله مرأة الجاي نديرها لكم صورة وصوتا بإذن الله لأهل الجيني لا قومون قولك حبيبتي دونتي متألقات جيناك وتلعنا التلويت أرسل ليليت